بتصريح لوزيرة الهجرة المصرية اللي بتتكلم فيها ان احنا الحقيقة بنتعامل مع المصريين في الخارج تعامل واحد او بنقف على مسافة واحدة من جميع المصريين في الخارج خلينا كده نشوف الصورة اللي فيها تصريح الوزيرة وزيرة الهجرة نقف على مسافة واحدة من الجاليات والكينات المصرية في الخارج وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الحقيقة هي إحدى أذرع عبد الفتاح السيسي القوية والمهمة والتي بدأت مشوارها من بدري شوية من 2013 من وقت الانقلاب العسكري في مصر يوليو 2013 كانت نبيلة مكرم موجودة في الإمارات مقربة من دوائر السلطة مقربة من الشيخ محمد بن زايد وأشقاء وزير الخارجية والآخرين كانت بتقوم بدور الـ PR أو العلاقات الخارجية الترويج لأن هذا ليس انقلاب مصر استجابت للشعب المصري الذي خرج ضد الإخوان المسلمين وبدأت في مسيرتها مع الإمارات أو مع نظام السيسي منذ هذا التوقيت حتى عينها وزيرة للهجرة وأعاد وزارة الهجرة مرة أخرى بعد أن ألغيت في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات الوزيرة الحياة بتقول تصريح مهم جدا وهو أن نقف على مسافة واحدة من كل المعارضين في الخارج نبيلة مكرم الفترة التي فاتت طبعا ارتبط اسمها بأضية ابنها التي في الولايات المتحدة الأمريكية التي تورط في قتل اثنين أمريكان وبيحاكم هناك أمام القضاء الأمريكي ومنذ هذا التوقيت وقد أخذ عباس كامل وأحمد شعبان على عاتقهما تبيض وجه نبيلة مكرم الست بقى بتطلع في كل حتة برامج طبخة في التلفزيون المصري بتلاقيها موجودة بيتكلموا وبيصوروها في ما تضخف بيتها كأم مصرية أصيلة وكأم مصرية شبه الأمهات المصريات وهي مش شبههم أو الحقيقة ففي عملية غسيل سمعة لنبيلة مكرم احنا مش قادرين نفهمها يعني مش قادرين نفهم ليه النظام بيحاول يحرك كل أذرع الإعلامية في نفس الوقت مش بس للدفاع عن نبيلة مكرم وتجسيد أنها أم ابنها بيواجه قضية لا في محاولة لتبيض سمعة السيدة وزيرة الهجرة في مصر في محاولة أنهم يقولون أن دي ستة عظيمة جدا ونموذج فريد جدا وياريت ستات مصر كلهم يبقوا شبهها لأنها شبه ستات مصر الحقيقة هي ملاش علاقة بستات مصر زي ما قلت نبيلة مكرم نرجع بقى للتصريح اللي قالت مبارح لأن ده الحقيقة هو موضوعنا النهاردة هي بتقول إيه؟ احنا بنقف على مسافة واحدة من كل المصريين أنا آسف إن قلت المعارضين من كل المصريين في الخارج والكينات المصرية في الخارج طب ما تيكون نشوف كده مع بعض نبيلة مكرم أخبرها إيه مع المصريين في الخارج أو قطاع من المصريين في الخارج نشوف كده الصورة اللي هتطلع للوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبدأ بحاجة حاجة تضييق على المعارضين مثلا في استخراج جوازات السفر دي قصة كبيرة جدا أي معارض مصري في الخارج لو رحت القنصلية المصرية في اسطنبول لو رحت السفارة المصرية في الرياض لو رحت مش عارف فين هتلاقي في مشاكل وفي تضييق كبير جدا عليك عشان تطلع جواز سفر في تصريح أمني في عدد كبير جدا أنا أعرف منهم عدد بشكل شخصي قيل لهم في سفارات مصرية مختلفة أنت ملكش تجديد جواز سفر ولا ليك استخراج جواز سفر طب حضرتك أعمل إيه إحنا نديك وثيقة سفر اتجاه واحد يعني وثيقة سفر كده تنزل مصر تطلع جواز سفر هناك يا بي مش عايزة أنزل مصر أنت القنصلية هنا أنت السفارة لا أنا مش هعمل غير ده أنا مش هديك غير وثيقة سفر فنتضييق على المعارضين في الخارج وهم مصريين من أهم إنجازات وزيرة الهجرة نبيلة مكرم الإبلاغ عن الباحثين قبل نزلهم وده حصل مع إسماعيل إسكندراني مع أحمد سمير صنطاوي مع عدد كبير من الباحثين كان بيتم الإبلاغ من السفارات المصرية في الخارج للأمن الوطني ولمطار القاهرة ولمطارات المصرية خلي بالكوا في باحث مصري في جمعة كذا كان شغال على ملف كذا نازل مصر اعتقلوه فبيتم اعتقاله وأبرز الحالات كان إسماعيل الإسكندراني منع استخراج جوازات السفر زي ما كنت بتكلم من شوية وأيضا مراقبة المصريين في الخارج هيدخل فيه بند التضييق على المصريين كنا لسه بنتكلم على زيارة السيسي لألمانيا وحصل مشاكل مع بعض المعارضين المصريين في ألمانيا وتركيا الحقيقة بتشهد يعني ذروة هذا التضييق سحب المنح التعليمية زي ما حصل مع تقدم الخطيب الباحث المصري في برلين واللي تم التضييق عليه في منحة تعليمية واضطر أنه يبحث عن جامعة تانية تقبل أنه يكمل دراسة الدكتوراه كان بإعاز من القنصل المصري أو الملحق الثقافي المصري في القنصلية المصرية في برلين عمل كده ومنعوا أو سحبوا المنح التعليمية من تقدم الخطيب حاجة كمان الحقيقة بتقف فيها نبيلة مكرم على مسافة واحدة من جميع المعارضين المصريين في الخارج آسف وهي تهديد المعارضين بالدبح حضرتك ده حصل دي وزيرة رسمية في حكومة رسمية في نظام مصري رسمي هدرت المعارضين في الخارج بالدبح وعملت كده إشارة هنشوفها في الفيديو كمان شوية لكن أيضا في مشكلة كمان بتعملها نبيلة مكرم مع المصريين في الخارج وهي صعوبة استخراج الوثائق والأوراق الرسمية أنا الحياة ممكن أعمل حلقة واستضيف بعض الأشخاص اللي ربنا رزقهم بأطفال بر مصر بعد 2013 وأقول لحضرتك عن الكابوس اللي عاشته الأسر دي في قصة أن القنصلية أو السفارة مش موافقين يطلعوا لابنه شهرة ميلاد فإبنه مش موجود ما عنده شهرة ميلاد فمش عارف يطلع إقامة في البلد اللي هو فيها فمش عارف يطلع باسبور فمش عارف يعمل أي حاجة لأنه تحديدا كان في تركيا الموضوع ده بشكل فج يعني عدد كبير جدا من الأصدقاء على المستوى الشخصي يرزقوا بأطفال راحوا قنصلية لهم لا والله ما لو شهرة ميلاد احنا مش هنطلع له شهادة ميلاد مصرية فدينا ميلا مكرم وديه إنجازات وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج وديه المسافة الوحدة اللي هي بتقفها على بعد واحدة وعلى مسافة واحدة من جميع المصريين في الخارج كان لها كده نفتكر معاكم الوزيرة المصرية نبيلة مكرم وهي بتهدد المعارضين في الخارج بالذبح